السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بيكم في قناتك. برحب بالمشتركين معي في القناة. برحب كمان بالمشتركين الجداد معي في القناة. بقولك اهلا وسهلا. وبقولك لو انت لسه جديد معينا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنقول مع بعض النهاردة الكراءة العاطفية لموليد برج العقرب. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج العقرب. اه هنقول طاقة برج العقرب الاول في الفترة دي. اه طاقتك انا شايفها حلوة جدا. انا شايفها طاقة انتصار. اه شايفة كمان قوة وسبات. كل التفكير المشتت اللي كان موجود في طاقتك. الشهور اللي فاتت شايفها تبدل تماما. او هيكون ده وضعك في الفترة دي ان شاء الله. اه شايفك برج العقرب اه وكأنك ابتديت تحدد هدفك. بالذات من ناحية العلاقات العاطفية. اه علاقاتك العاطفية برج العقرب يعني مرت بازمات كتير وصعبة لفترة اللي فاتت. وممكن نقول انها كانت معقدة جدا. يعني فيه علاقات كان فيها تعييز. اه شايفة بوضوح الطرف التالت في العلاقة. وهنا الطرف التالت مش شرط يكون خيانة بس. لا انا شايفة الطرف التالت عبارة عن اطراف كتير. اه شايفة تدخل من الناس. ومن ضمنهم الاهل. اه شايفة اعداء ما كانوش عايزين الارتباط يتم او اه دوام الزواج يعني لو موجود. ظروف كتير كلها اه اه قدت لمشاكل اكبر. يعني المشاكل ما كانتش خاصة بالطرفين اللي انا يعني ديك انت يا برج العقرب والطرف التاني بس لأ. كان فيه ناس كتير دخلة في الموضوع. يعني كل حاجة تدخل في العلاقة اه ينتج عنها مشكلة او يحصل من وراء حاجة تاني. الهينا كمان الكازل ده بيشرح لي العلاقة في الماضي يعني ده اكيد كلام مش هينطبق على الجميع ولكن للطاقته موجودة في القراءة في الفترة دي. انا شايفة تبديل تام لكل ده. اه انت اكتشفت امور كتير بناء عليه. اه خدت قرارك بتحسين العلاقة للافضل. وهنا انا شايفة ان البعض انهى بعض العلاقات وبعضكو بيفكر في بداية جديدة العلاقة من الماضي يعني. اه شايفة ان الرجوع حصل بالفعل مع مع بعضكو في الفترة اللي بنتكلم عنها. اه وشايفك يا برج العقرب كنت ملغبط وتفكيرك مشوش ومريت بفترات حزن واكتئاب. الفترات الحزن والاكتئاب اللي انت مريت بيها دي انت ازيت فيها نفسك بقرارات مش محسوبة. اه كمان شايفك ازيت فيها الطرف التاني بتصرفات وكلام مش محسوب. اه القراءة هنا ممكن تكون عكسية بس هنا شايفة طاقتك انت يا برج العقرب. الطاقات الموجودة معي في القراءة شايفة طاقة نارية. اه والطرابية. اه والطاقة المائية اكتر حاجة واضحة فيها السرطان. والطاقة الهوائية كمان الواضح منها اه برج الدل. اه شايفة فيه رجوع الفترة دي. لعلاقة من الماضي بعضكم عند البعض يعني شايفة فيه تواصل الفترة دي. ندعي ربنا ونقول يا رب ان شاء الله. شايفة كمان عند البعض فيه حيرة بين شخصين. ممكن اكتر من شخصين. بس زي ما قلت طاقتك الفترة دي فيها عقلانية. يعني حتى لو فيه حيرة او محتار او متردد في حاجة. انت الفترة دي شايفك ابتدت تهدى وابتدت بتفكر بعقلك اكتر وثبات. هتقدر تاخد القرار الصح والاختيار المناسب. عوامل كمان كتير نفسية هتساعدك الفترة دي. اه 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 كمان شايفة فيه تحسن في صحتك. حصل بشكل تدريجي او بيحصل بشكل تدريجي بشكل عام يا برج العقرب. يعني شايفك بعد مرور بعضوك ويعني بظروف صحية الفترة اللي فاتت. ممكن نقولي انها كانت من بداية السنة. كانك الفترة دي هيكون عندك تغيير في جواند كتير من حياتك. والتغيير ده هيكون واضح. يعني التغيير باين ملحوز واضح عليك. كمان الحيرة اللي عندك دي يا برج العرب انا شايف ها اه. عند بعضكو فيه تردد ما بين. انك ترجع لحبيبك او تباد. البعض متردد يعني تفكيرك في الرجوع انك احيانا بتحس ممكن انك مشتقل حبيبك او مشتاء للشريك او الشخص اللي انت منفصل عنه احيانا بتقول هبدأ من جديد بالذات انك في الفترة دي انا شايفة في حب حواليك حتى المنفصلين انا شايفة في حب حواليك او انت شايف كمان انك مرغوب من الجنس الاخر يعني انت كمان ملاحظ في نفسك ده او شايف ده حواليك لكن في حاجة دايما بتشدك للماضي ممكن يكون ده سبب التردد اللي انت بتعيشه دلوقتي اللي زهالي هنا يا برج العقرب اه كمان في حاجة كمان انا شايفة انك انت اه اللي لازم تشتغل على العلاقة اه ده كمان هينطبق على المتزوجين اه بالذات هنا بكلم ممكن اللي يكون حصل منهم اخفاق او هو اللي جرح الطرف التاني شايفة البعض منكو تعرض لخيانة يا برج العقرب الخيانة دي كانت اه ممكن نسميها بمثابة انكسار ليك انا شايفة بعضوكو اللي عمل كده في الشريك والبعض الشريك هو اللي عمل كده معي اه المهم اني شايفة ان انتو اللي اتنين بتعينو انتو اللي اتنين بتعينو من اللي حصل ده اه شايفة الطرف التاني اه محتاج يتشافة او هو بيعيش الفترة دي حاليا اه شايفة كمان للمنفصلين يا برج العقرب ان انت اللي قررت البعض عند بعضوكو انت قررت تبعد انهية العلاقة او ده اللي واضح للطرف التاني اه بس من ناحيتك انا مش شايفها يعني لسه منتهية انا مش شايفة يعني لو انت بينت ده او انت عملت كده انا مش شايفة من ناحيتك انك انت انهية العلاقة لاني شايفة لسه بتفكر في رجوع بتفكر بشكل جديد للعلاقة بتفكر ازاي تكون مستقرة انت هنا اهو عايز عايز استقرار بس مش شايفة بتبذل اي مجهود شايفة اكتفيت بالبعد او انك اختفيت عن الطرف التاني وانك تعيش الحزن والاكتئاب اه وزي ما قلنا ان الطاقة دي هتتبدل ان زي ما قلت شايفة طاقة برج العقرب حاجة مختلفة خالص في الشهر ده اه كمان ممكن اقول ان بعضوكو الطرف التاني اه بيشوفك ازاي اه يعني هو شايفك غامض وانا شايفة انك فعلا في حاجة يا برج العقرب انت نخبيها ممكن ما تكونش حاجة مؤثرة يعني بس انا شايفة ان انت فعلا في حاجة انت بتخبيها عن الطرف التاني اه شايفة ان مفيش اي كلام او تقريب لوجهات النظر ممكن ده سبب ان هو بيشوفك شايفان كمان بيشوفك انك بترفض الارتباط لو انتو لسه مش مرتبطين او بترفض الرجوع اه ويعني لو ما رفضتش بالكلام ممكن تكون تصرفاتك بتقول كده ممكن الغموض في العلاقة انك بتظهر حاجة وتبين اه وتخفي حاجة يعني في حاجة عندك مش واضحة يا برج العقرب او عند الطرف التاني اه شايفة في حالة قلق مستمر اه الغريب ان انت كمان مش مرتاح يعني انت مش بتعمل كده والحالة دي مريحاك لا هي الحالة دي مش مش مريحاك بس انت حابب انك تظهر كده اه انت والطرف التاني اه شايفة عند البعض فيكو اختلافات خارجية اختلافات خارجية بس مؤسعة اه لكن داخليا انتو شبه بعض جدا اه ده ممكن اللي ملغبط العلاقة انكو بتفكروا زي بعض انت كمان يعني بايه بتفكروا زي بعض يعني انت ممكن اه اللي ملغبط العلاقة يعني اه زي ما هو بياخد قرار بحاجة ممكن تكون انت كمان بتاخد قرار بنفس الحاجة مسلا مش اكلمه غير لما هو يكلمني يكون الطرف التاني كمان بيقول انا مش اكلمه غير لما هو يكلمني اه لازم هو اللي يعمل كزا الاول انت كمان ممكن تكون بتقول لازم هو اللي يعمل كزا الاول فالحاجة دي لما تكون انتو اتنين تفكيركم زي بعض بينتج عنها لغبطة وعدم وضوح وغمود وحاجات مستخبية وزي اللي احنا شفناه في القراءة ده. كمان انت شايفك بتشوفه ازاي? انت بتشوفه ممكن اقول ان انت بتشوفه مستهدر او سطحي. ممكن تكون تشوفه يعني كل حاجة خاصة بالتفكير. ممكن تكون بتشوفه تفكيره بعيدة عن تفكيرك. ده بالنسبة لك ممكن يكون سبب لسكوتك او تجاهلك للعلاقة. لكن السبب الحقيقي ان انتو الاتنين تفكيركم زي بعض. انتو الاتنين نفسي مع الطرف ده قاعد بيتكلم او بيقول او القرارات اللي بياخدها انت كمان بتفكر ذلك. هو كمان بيشوفك ان انت يعني الحاجات الايجابية هو بيشوفك ان انت اللي بتكمله. يعني احيانا بيكون مبسوط بالاختلاف او انك تكون بتعمل حاجات هو مقدرش يعملها. شايفه معجب جدا بشخصيتك بالنسبة بالنسبة له انت ساحر او بتمتلك شخصية ساحرة. زي ما قلت شايفه فيه تفكير وبقوة في رجوع. بس بعد ما تشتغلوا على العلاقة حتى للمتزوجين نفس الكلام تشتغلوا على العلاقة انا مش شايفه فيه طلاق في الفترة دي. مش شايفه اي طلاق ان شاء الله. لكن شايفه فيه بعد عاطفي. شايفه فيه ظروف قوية ضغط عليكم انتو الاتنين. الاحساس الغالب على العلاقة اا شايفه اا يعني ممكن نسميه ملل. اا وهنا انتو ممكن تخلوا البعد اللي بينكو ده ممكن تخلوه ايجابي. يعني بدل ما نفكر في السلبيات اللي في العلاقة نفكر ازاي نحلها. يعني يكون التفكير في شكل في شكل العلاقة. المفروض تكون عاملة ازاي اا اا او ايه هي العوامل اللي 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 بتأثر عليها تحاولوا تحلوها. يعني بدل ما انتو بتعيشوا المشكلة لأ نعيش الحل بتاع بتاع المشكلة. فهنا ممكن يكون البعد نخليه ايجابي لان انا شايفة هنا البعد سلبي. كل تفكير مش اا الغر مرتبطين برج العقرب. انا شايفة فيه حب. اا يعني فيه حب يعني احتمال وجود علاقة لسه ما بقتش رسمية. اا شايفة فيها حب وشايفة فيها تفاهم بين الطرفين. اا لكن انا شايفة ان الارتباط مؤجل يعني في الوقت الحالي. اا لاني شايفة ان انت او الطرف التاني عنده يعني اللي يمنع حاليا. اللي يمنع حاليا اا اتمام الزواج او الارتباط بشكل رسمي. اا لكن انا شايفة ان الطرف اللي عنده اللي يمنع وانا بيتهيق لي انه الطرف التاني شايفة بيشتغل على شايفة بيشتغل على ده. على المينع ده. بيشتغل عليه لو كانت مشكلة مادية او عائلية. المهم انا شايفة بيبضي المجهود او بيشتغل عليها. اا اقول تاني للمنفصلين من برج العقرب. اا انك الفترة اللي جاية هيكون زي ما قلت فيه فيه تواصل. اا واحتمال احتمال انك يعني تغضع الاسئلة او اختبارات اا غير مباشرة يعني مش هتكون اا واضحة يعني الشريك حاجة الشريك هيعملها بس من غير مش حاجة هتكون واضحة يعني. اا لاني شايفة في حاجة وصلته او في حاجة هو عارفها. اا المهم ان هو في حاجة عنده بقت في ايده هو عايز يتأكد منها او عايز يأكد لنفطه حاجة. فانا شايفة ان انت ممكن تخضع لحاجة زي كده في الفترة اللي جاية دي. اا لاني شايفة فيه برضو مقابلة في وقت قريب. لكن بما انك انت بما اني انا شايفك انت وتقطق كده انت اللي اتديك تتشافى. اا وتقطق احسن في الفترة دي او ثابت في قراراتك واقوى. حاول انت اللي تستوعب الشريك. لاني شايفة اا هو لسه في. هو اللي لسه بيعاني. يعني لسه بيعاني. وبيعاني من امور كتير غير العاطفة. يعني فيه حاجات كتير غير العاطفة. هو بيعاني منها عنده مشاكل تانية يعني. اا فانت لازم تستوعبه ولازم الكلام اللي بتسمعه او الحاجات اللي بتستقبلها منه. اا لازم يكون فيها تفكير عميق. يعني متاخدش الكلام كده من من برا. لأ يتكلم ازاي هو ايه خلفيته. هو ايه احساسه. اا بناءة على ايه بيقول الكلام اللي هو بيقوله او الاسئلة اللي هو بيسألها اللي هو تفكير عميد بالمعنى ده. آآ شايفة في مرقبة من الطرفين الفترة اللي فاتت. آآ شايفة علاقة هترجع او هتبتدي بشكل واضح آآ آآ مش بين كنتم اللي اتنين بس يعني. لأ انتو كمان هتشوفوا اللي حواليكو بوضوح. زي ما قلت فيه تدخلات حصلت من الناس كتير وبغارة سايق مش هقول من غير من غير ما يقصد او من كان يقصد اصلاح فحصل حاجة تاني. لأ الغرض كان افتاد فعلا للعلاقة. وكان الموضوع حاصل هقولكو كان عامل ازاي. آآ كان حاصل في وسط زحمة. يعني كان فيه كده حاجات كان فيه فترة كده مرت بيكو فيها كلام كتير وفيها زحمة كتير. مش زحمة ناس بس يعني لأ زحمة زحمة في الكلام والقراء وكلمة من هنا وحد من هنا. انت والطرف التاني مش انت بس عندك وعند الطرف التاني نفس الكلام. انتو هتبتدوا الفترة دي تاخدوا بالكو من حاجات كتير جدا. لما هتاخدوا بالكو من الحاجات دي آآ آآ هتاخدوا العلاقة لمستوى تاني. يعني هتخرجوا برا كل ده. آآ احتمال تفكيرك كمان يا برج العقرب في الفترة اللي جاية. انك تاخد الشريك وتبعد عن عن محيط سيء. او هتبعدوا نفسيا. يعني ممكن تبعدوا نفسيا او معنويا. آآ يعني تبعدوا بدمحكو. يعني حتى لو ما بعتوش آآ انه كنت قالتوا لمكان تاني بعيد عن ده. ممكن تبعدوا بتفكيركو. يعني عن الناس دي. كمان انا شايفة طاقت بدايات جديدة في القراءة. آآ بالذات اني شايفة بعضكو بالفعل ابتدى ينسى الماضي آآ بعد ما تخزل فيه كتير. او تكون اكتشفت كدب اكتر من مرة. شايفت كزا مرة تكتشف قسبي يا برج العقرب. وكأنك هنا بتقول خلاص انا تعبت آآ ما بقاش آآ في قلبي يحبي ليك. يعني كأن كأنك بتقول كده يعني يعني حتى لو جي على بالك آآ تفكير في ماضي او في علاقة من الماضي شايفك آآ ما بقاش. يعني قلبك ما بقاش. فآآ آآ انا شايفة في رجوع بس انا شايفة برضو طاقت بدايات جديدة موجودة آآ وزي ما قلت في الاول انت حواليك حبك آآ كتير لكن ارتباط آآ رثني في الفترة دي انا مش شايفة في ارتباط رسمي في الفترة دي وهنعمل آآ قراءة في الفترة القريبة اللي جاية ونشوف الطاقة تاني ان شاء الله انتهت القراءة شكرا للمسابعة.